سأتي هذا محور مهم لكن أتحدث عن الهيئات التركية كمؤسستكم كهيئتكم والهيئات الرديفة بالإضافة لأفاد كثيرون سمعوا بأفاد في الآونة الأخيرة لم يسمعوا بها من قبل وهي إدارة الكوارث والطوارئ التركية ما الذي يميز دور أفاد وكيف يختلف دورها عن دوركم مثلا في الإيهاها طبعا الأفاد هي تتابع الحكومة لكن هي تركز على الكوارث فقط والتدريبات مثل هذه الفرق البحث والإنقاث تركز فقط على هذا الموضوع لكن إيهاها تركز على هذا الموضوع وعلى الموضوع كما قلت الدبلوماسية وعلى إغاثة بشكل عام كما ترى أن الآن إيهاها موجود في الميدان ليس فقط كفريق البحث والإنقاث كمان موجود في مساعدات الإنسانية التي هي توصل المساعدات التي تحتاجها الشعب هناك لكن آفات هي عادة كالهدف كالغرض العام هي تركز على الكوارث الطبيعية سواء كانت داخل التركية أو خارج التركية يعني نحن عادة عندما نقوم بالتدريب الفرق البحث والإنقاث نأخذ مساعدة من عندهم من ناحية المالية أن ندرب أشخاص في هذا المجال فهذا دورهم كبير في هذا المجال أن تقدمونا بمساعدات التي تساعدنا على تدريب الأشخاص يعني الأمور مبرمجة من قبل بمستوى التنسيق مع باقي الهيئات أنتم لا تعملون وحدكم إذن بشكل منفصل نحن طبعا في أهم شيء في ما يتعلق بالبحث والإنقاذ وكل مجالات الكوارثة لا يمكن أن تكون هذا بوحدك كمؤسسة يعني قبل هذا منذ سنوات نحن ننسق في الأنقرة وفي المدن المختلفة مع آفات وهم يجمعون كل المؤسسات بدورات وتوعية ودورات تدريبية مع المؤسسات الأخرى حتى الإخوة في الكوارث يقومون ببرامج في أوقات مختلفة في أنقرة ويأخذون المعلومات كيف سلابد أن يكون التنسيق واستجابة الصرع عندما يحصل أي ززال حتى قبل سنوات لو تذكرتم أن قاموا بنسميه كأنه حدث الزلزال في التدريب يعني قاموا بتدريب حول التركية كيف لا بد أن يكون استجابة الصرع إذا إنما حصل يحدث أي زلزال فقاموا بهذا التدريب في الداخل التركية فكانت ناجحة جدا فكل هذه التدريبات تساهل على استجابة الصرع لكن طبعا هذا الزلزال الذي حدثت في التركية هي ليست ما هم توقعوا في مثل هذا الزلزال الكبير لأن حقيقة كما يقول الباحثون ومختصين هذا الزلزال لا يحدث إلا في 500 عام مرة واحدة يقال مثلا يقيسون بكثير من الأمور حصل مرتين خلال الساعات نعم حصل مرتين خلال اليوم فهذا يؤثر كثير جدا يعني بعض الناس يقيسون بجابان وبدول مختلفة أنه يحدث أكثر زلزالة شدة لكن لا طبعا الزلزالة التي حدثت في التركية هي كانت قرب إلى الأرض 7 كيلو الذي يحدث في المناطق الأخرى هي يحدث على 40 كيلو متر تحت الأرض فهذا طبعا شيء مختلف جدا فلذلك هذه الزلزال ما توقعنا بهذا الشكل فلذلك كانت التنسيق في البداية فيها صعوبة جدا لأن التواصل في داخل المنطقة كان مقطوعة تماما من كهرباء والاتصال والتواصل والوصول إليها من قطع الطرقات كل هذه العوامل أثرت على استجابة السرعة على رغم ذلك كانت استجابة بسرعة ترجمة نانسي قنقر